الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ومع الدرس الثالث عشر من الدروس الرمضانية لهذا الشهر الفضيل من هذه السنة المباركة يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن هذه الآية العظيمة وهي من الآيات النادرة القليلة التي يشرع الله سبحانه وتعالى ويخبرنا بالحكم ثم يخبرنا بالحكمة التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى هذا الحكم فأمرنا الله بالصلاة وأمرنا الله بالحج وأمرنا الله بالزكاة وأمرنا الله بالصيام وأمرنا أوامر كثيرة ولم يبين الحكمة المباشرة من فرض هذه العبادات أما في الصيام فقد بيّن الله سبحانه وتعالى وقال لعلكم تتقون فعلى المؤمن أن لا يسأل عن الحكمة التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى الأوامر والفرائض ولكن على المؤمن أن يبادر إلى الامتثال في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى نعم عباد الله فرض الله علينا وعلى الأمم من قبلنا الصيام من أجل ماذا؟ من أجل التقوى وتحصيلها لعلكم تتقون عباد الله التقوى هي أن تجعل بينك وبين صخط الله وعذاب الله وغضب الله جل جلاله وعم نواله وقاية لك من الطاعة فالتقوى ظاهرا وباطنا لذلك قال العلماء التقوى تنقسم إلى أربعة أقسام تحقيق التقوى ظاهرا وباطنا امتفال ما أمر الله به ظاهرا وامتفال ما أمر الله به باطنا والانتهاء عما نهى الله عنه ظاهرا والانتهاء عما نهى الله عنه باطنا فهذه أقسام التقوى فالظاهر الأقوال والأفعال والباطن النيات والاعتقادات لا نعمل إلا لله ولا نرجو إلا الله سبحانه وتعالى ولا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى لذلك مقصود الصيام ليس الانتهاء واجتناب شهوتين البطن والفرج ولكن مقصود الصيام كيف نكون من المتقين كيف نكون لله عبادا لذلك عمر رضي الله عنه لما أراد أن يسأل عن التقوى وهو من المتقين ولكن ليعلمنا ويعطينا دروسا قال لأبي بن كعب رضي الله عنه يا أبي ما التقوى فقال أبي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أما سلكت يوما واديا ذا شوك قال بلى قال فما صنعت قال شمرت عن ساقي وأخذت أتجنب الشوك وأنا أمشي قال أبي بن كعب فذلك هي التقوى هذه هي التقوى أن تمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى وأن تجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه لعلكم تتقون فليس المراد من الصيام ترك الطعام ولا ترك الشراب ولكن تحصيل مخافة الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره واجتناب نهيه هذه العلة والحكمة التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى فريضة الصيام العظيمة لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل جلاله قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن قاتله أحد أو سابه فليقل إن امرئ صائم ثم حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الله الله ما أجمل هذا الحديث وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري عليه رحمة الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله حاجة ليس لله حاجة من صيام لا يدع صاحبه الرفث والصخب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أنه ليس المقصود من الصيام ترك الطعام والشرب ولكن المقصود انتثال أمر الله سبحانه وتعالى لذلك هذا الصيام مدرسة هذا الصيام مدرسة يدربنا على انتثال أمر الله على اجتناب نهي الله سبحانه وتعالى على الخوف من الله نعم لو نظرنا في حقيقة الأمر جميع أو أكثر أو جل من يصم هو يحصل حقيقة التقوى عندما تكون صائما وتكون في شدة الجوع وتكون في شدة العطش وأنت في بيتك أمام ثلاجتك أو أمام خزان الماء البارد أمام هذه الشهوات والملذات مع ذلك تمنع نفسك عن الإفطار تمنع نفسك عن الشرب والأكل مع أنه لا أحد يراك ولكنك في داخلة نفسك تعلم أن الله يراك فهذا خوفك من الله ومراقبتك من الله سبحانه وتعالى جعلتك لا تعتدي على محارم الله والفطر في رمضان نعم عباد الله فما نحصله من تقوى في رمضان يجب أن يستمر معنا إلى ما بعد رمضان هذا هو مقصود الصيام لعلكم تتقون كيف تكون متقين في رمضان وفي غير رمضان نمتثل أمر الله ونشتنب ما نهى الله عنه لذلك أحبابنا الكرام حديثان عظيمان لو تفكرنا فيهما كثيرا لحصلنا معنى التقوى الأول حق الله سبحانه وتعالى والثاني حق العباد نعم حق العباد فلا يمكن أن يصل أحد إلى التقوى ولا يحصل التقوى ويترقى في درجات التقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى إلا إذا أحافظ على هذين الحقين أما حق الله سبحانه وتعالى فيروي الصحبي الجليل ثوبان رضي الله عنه هذا الحديث في سورة ابن ماجة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة الله أكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء إني لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورة صلاة وصيام وزكاة وحج وغض بصر وإنفاق وبني مساجد وخطى إلى المساجد أعمال كبيرة جدا يجعلها الله هباء منثورة كما يضع أحدكم بالعقة من دقيق أو سكر في يده ثم ينفخ فإنها تتطاير في السماء فيجعلها الله هباء منثورة خاف الصحابة رضي الله عنهم خاف الصحابة فقال ثوبان رضي الله عنهم يا رضي الله عنه يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا واضحهم يا رسول الله علنا أن نكون من هؤلاء ونحن لا ندري فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم إخوانكم يعني منكم ومن جلدتكم نعم مسلمين يكرؤون القرآن ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويفعلون ما فرض الله سبحانه وتعالى على العباد من الأوامر إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها الله أكبر إذا خل أحدهم بما حرم الله سبحانه وتعالى عليه لا يراه أحد ينظر يمنة وشمنة أعلى أسفل فلا يرى أحد ثم يأتي ما حرم الله سبحانه وتعالى فيجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه حتى أنه إذا تحركت النافذة إذا حرك الريح الستارة تجده يكشعر بدنه خوفا ولا يخاف من العظيم لا يخاف من الجليل لا يخاف من العلي العظيم جل جلاله وعم نواله فهذه فهذا ما حصل التقوى ولو حصل التقوى لما عصى الله سبحانه وتعالى في الخلوات فنحن نصلي ونصوم ونزكي ونحج ولدينا أعمال من البر كثيرة فلا نجعل الله يوم القيامة يجعلها هباء منثورا بعصيانه في الخلوات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما الأمر الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنه أتدرون من المفلس من أمتي قالوا يا رسول الله المفلس من أمتك من لا دينار ولا درهم ولا متاع هذا هو المفلس الذي ليس معه أموال ولا عقارات ولا صيارات ولا أمور من هذه أمور الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته على قدر المظلمة ويأخذ هذا من حسناته فإن فنيت حسناته وبقي الطالبون أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار نعم عباد الله فلا بد علينا أن نحافظ على حق الله سبحانه وتعالى ولا بد علينا أن نحافظ على حقوق العباد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا الصيام والقيام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن أهلنا في غزة البلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين